في اعتى ضربات اسرائيل الصاروخية والغارات الجوية على بيروت والتي وصلت وسط العاصمة اللبنانية تقريبا وتحديدا في منطقة الباشورة وبحجم دوي الانفجارات الهائلة التي اسقطت عددا كبيرا من القتلى والاصابات باتت الرسالة اللبنانية بصوت اهل بيروت بلغة المناشدة وطلب النجدة العاجلة بعد ان تحول وجه بيروت الى حطام لا يريدون لها ان تشبه غزة مصادر لبنانية اكدت ان غارة الاسرائيلية استهدفت مركز اسعاف وموقع اعلاميا تابعا للحزب في قلب بيروت في اشارة للهجوم على الباشورة الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان كشفت ان الجيش الاسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا في غارته على الباشورة اوامر اخلاء اصدرها الجيش الاسرائيلي لسكان خمس مبان على الاقل في الضاحية الجنوبية وصفها لبنانيون بالكارثة سيما بتعليقهم وتساؤلهم حول ما تريده اسرائيل من استمرار تلك الضربات والتي جاءت في وقت كشفت فيه وزارة الخارجية اللبنانية ان نصر الله قبل ايام من اغتياله وافق على هدنة بعد الحصول على معلومات تؤكد موافقة نتنياهو على نفس الهدنة وهو ما يحذر خبراء من تحديات خطيرة يرون فيها ان استمرار نتنياهو بنهج القتال سيشجر المنطقة لخطر اشد اتساعا اشتركوا في القناة